السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في هذه الحلقة ربما تتذكرون أنني قمت بوضع فيديو تحدثت فيه أن هناك ضريبة أو أن هناك استمارة يطلق عليها استمارة 1099K 1099K هذه الاستمارة تحدثت أنها سوف يتوصل بها أولئك الذين يشغلون مثلا في الفيسبوك في العديد من المنصات أو إي باي أو غيرها من الأمور يعني التجارة الإلكترونية وأن هذا كان الحديث على أن الدخل أو سقف الدخل الذي يجب على هؤلاء الذين يشتغلون على هذه المواقع أن يصل إلى مثلا 20 ألف دولار وأن تكون معاملة أكثر من 200 معاملة خلال سنة 2021 بعد ذلك تم الحديث على أن هناك احتمال أن يتم إلغاء هذا الأمر الآن أريد أوضح لكم أمر وهو أن هذا المشروع لم يتم إلغاءه فالناس الذين مثلا يشتغلون في التجارة الإلكترونية أو الناس الذين لديهم دخل غير معروف لدى إدارة أو مصلحة الضرائب فليتأكدوا من أن يقوموا بالتصريح الضريبي الإدلاء بالدخل أقول الإدلاء بالدخل هذا الفيديو ليس هنا للدفع الناس إلى التهرب الضريبي كما تعلمون بالنسبة للناس الذين يقتلون في الولايات المتحدة الأمريكية أن التصريح الضريبي هذه من الأمور الأساسية هنا في أمريكا لذلك حداري من الناس الذين مثلا يشتغلون في بعض المواقع في أمازان في إي باي في غيرها من الأمور ويحصلون على الدخل ولا يقومون بالتصريح بهذا الدخل فكما قلت كنا ننتظر أنه الناس الذين ربما سوف يتوصلون بالاستمارة هم الناس الذين يجب أن يكونوا قد حصلوا على تقريبا أكثر من 20 ألف دولار في سنة 2021 وعملوا أكثر من 200 معاملة لكن مع كامل الأسف هذا الأمر تم تغييره الآن صقف الدخل هو 600 دولار فقط يعني أي إنسان حصل على فوق 600 دولار فكنوا متأكدين أنه سوف يتوصل بالتين ناين ناين كي إذا لم تتوصل بالتين ناين ناين كي وكان لديك يعني عمل على هذه المواقع وحصلت على دخل أخي أختي عليك بالإدلاء بهذه الأمور لأن عدم الإدلاء بهذه الأمور هو دليل على أنك تخفي أمور على إدارة الضرائب فحداري من هذا الأمر لأن هناك مع كامل الأسف هذا أمر عادي هناك العديد من الناس الذين لديهم ما يسمى بالقاراج السيل يعني مثلا لديهم أغراض في المنزل لا يريدون استعمالها ويقومون ببيعها مثلا على بعض التطبيقات المختصة في هذا الأمر دون ذكر أسماء أو المواقع المعروفة كإي بي كامازون كفيسبوك ماركت وغيرها من الأمور ويحصلون على بعض الأموال هناك من يحصل على كاش يعني تقوم بدفع المال له كاش مثلا لكن هناك أناس مثلا أو نساء يشتغلن على منصة الفيسبوك ويقومن بيع بعض العبيات الملابس التقليدية المعروفة في بلدانهم وأنا ذلك ربما يحصلون على بعض الأموال من خلال إما بعض التطبيقات كزيل كفيميو ككاش أب كبيبل وغيرها من الأمور فأي إنسان يحصل أو يشتغل في مثل هذه الأمور ويحصل على يعني دخل عن طريق هذه التطبيقات فليعلم أن سنة 2022 بداية سنة 2022 سوف يتوصل بال1099K وهي استمارة بالنسبة لهذا الأمر لأنه العديد من الناس كما قلت يدفعوا عبر هذه التطبيقات مؤخرا لأنه مثلا هناك سيدة مثلا تريد تبيع عبيات وتقتل مثلا في واشنطن ستيت وهناك أخت مثلا في نيويورك تريد تلك العباية فيتم عمل المعاملة عن طريق إرسال الأموال عن طريق زيل أو فيميو مثلا كاش أب فالآن هذه المعاملات إدارة الضرائب سوف تدقق فيها لأن إدارة الضرائب إذا تأكدت أن شخصا ما يحصل على أموال كثيرة فإدارة الضرائب سوف تدقق في هذا الأمر وسوف ربما تعتبر الدخل الذي تحصلين عليه أو تحصل عليه أخي أو أختي يدخل في خانة ما يسمى بالSelf Employed Tax بمعنى أنك تشتغل لنفسك لذلك عليك التصريح بذلك الدخل ودفع ضرائب على ذلك الدخل تذكروا أن هذا المقترح الذي تم تضمينه في حزمة التي تم تمريرها في مارس يعني الحزمة التي حصلنا من خلالها على شيك قيمته 1400 دولار فتم تمرير هذا البرنامج كما قلت من قبل كان هناك الحديث على سقف دخل يعني هو 20 ألف دولار وأكثر من 200 معاملة الآن تم تخفضه إلى 600 دولار فإدارة الضرائب تحاول ما أمكن جمع أكبر عدد من الأموال لدعم المصاريف أو المشاريع التي ينوي الديمقراطيون يعني تمريرها تذكروا ماذا قلت في سنة 2021 أن حينما نتحدث على الضرائب وحينما تحدث الرئيس جو بايدن على أن من سوف يتم تطبيق الضرائب عليه هم الأعترياء الآن نلاحظ أنه ليس هذا الأمر بصحيح مع كامل الأسف بل حتى الناس الذين حصلوا على 600 دولار تصوروا 600 دولار من معاملتهم مثلا سيدة باعت عباية أو عبايتين أو 3 عبايت وحصلوا على 600 دولار إلى 1000 دولار والآن هي مفروض عليها التصريح بهذا الأموال لأنها تعتبر دخلا إذا لم تصرح مثلا إنسان بهذا الأمر فإنه سوف يواجه بعد المشاكل مع هذا الدرائب لذلك أريد من جميع أن يقوم بعمل شير لهذا الفيديو حتى تعوم الفائدة لأن هذا شهر يناير الآن سوف تتوصلون بـ W2 والوثائق الخاصة بتصريحكم الضريبي لذلك إذا توصلت بالـ 29 فعليك الإبلاغ على جميع مداخلك وعدم إخفاء أي شيء على إدارة الدرائب وإلا سوف تقع في المشاكل مع مصلحة الدرائب هذا كلما يمكنني الحديث عليه في هذا الفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته